حول هذا الموضوع ينضم لنا من دير الزور مراسل شبكة شام محمد الخليف محمد صف لنا ما يحدث من اشتباكات بين داعش والحر نعم المعارك ما تزال تدور في يومها الثاني على التوالي يعني اليوم أعنف المعارك تدور وتحديدا بريد دير الزور الشمالي خاصة في قرية النملية وهي القريبة من مدينة أصور التي تعتبر معقل لتنظيم الدولة هناك طبعا المعارك الآن ما تزال تدور على أطراب قرية النملية هذه محاولة من مقاتل المجلس الشورى المجاهدين فرض السيطرة الكاملة عليها طبعا تمكنوا إلى الآن من قتل أكثر من عشرة عناصر من تنظيم الدولة والقنام السيارتين وهناك عدد من الأسلحة الثقيلة إلى الآن المعركة لم تحسم هناك طبعا أيضا قبل قليل تمكن الثوار من فرض السيطرة الكاملة على قرية الدحلة بريف دير الزور الشرقي قبل قليل تمكنوا من فرض السيطرة عليها وذلك بعد اشتباكات عنيفة كانت تدور منذ ساعات الفجر الأولى في البلدة انسحب من خلالها التنظيم أيضا الثوار قبل قليل قاموا بنصب كمين لتنظيم الدولة في قرية إخشام بريف دير الزور الشرقي على إثره قتل عشرين عنصر من تنظيم الدولة طبعا هناك العديد من المعارك على أكثر من محور طبعا أيضا الاشتباكات الآن تدور في مدينة البصيرة بعد سيطرة التنظيم عليها مساء البارحة طبعا هناك خصف متبادل من الطرفين بالأسلحة الثقيلة بالمدافع الميدانية الجدير بالذكر أن تنظيم الدولة قام بطرد كافة المدنيين المتواجدين داخل مدينة البصيرة التي تحوي آلاف السكان والنازحين من مدينة دير الزور ومن باقي القرى الآن مدينة البصيرة أصبحت شبه خالية من السكان ولا يتواجد داخلها سوى تنظيم الدولة لو تكلمنا قليلا عن الريف دير الزور الغربي الذي تمكن الثوار البارحة من إحراس تقدم كبير بهذا الريف وستطاعوا من تحرير أكثر من سبعة قرى بالإضافة إلى هناك العديد من القتلى في صفوف التنظيم وهناك العديد من الغنائم وأيضا استطاعوا من أسر عدد من العناصر الخبر الأبرز والأهم هو أيضا دارت اليوم اشتباكات في منجم الملح هذا المنجم واقع بريف دير الزور الغربي أقصى الغرب ويقع بالقرب على حدود الرقة في المنطقة الفاصلة بين محافظة دير الزور والرقة إلى الآن الاشتباكات ما تزال تدور هناك في المنجم يعني يعتبر هو تكنة عسكرية للتنظيم بريف دير الزور الغربي ويعتبر مقر لعمليات التنظيم مركز انطلاق عمليات لتنظيم بريف دير الزور أنا أشكرك شكرا جزيلا من دير الزور مراسل شبكة شام محمد لخليف